اهلا بكم في النشرة الثقافية افتتح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس اللعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبحضور المحامي الأستاذ حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية معرض الكتاب القانوني والذي تنظمه جمعية المحامين البحرينية وبالتعاون مع دار محمود للنشر وتوزيع وذلك بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الدبلوماسية ومن المقرر أن يستمر المعرض لغاية الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويضم معرض الكتاب القانوني السنوي أحدث المؤلفات والمجلدات والمراجع في مختلف مجالات وتخصصات القانون لمجموعة واسعة من أبرز الوجوه العربية القانونية المعروفة استضاف متحف البحرين الوطني جلسة نقاشية لكتاب معنى الحياة مقدمة وجزع الصادر عن مشروع نقل المعارف وجاءت الجلسة بالتعاون مع جمعية كلنا نقرأ والقراء البحرينيون ضمن مبادرة كتاب ومكان التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والأثار ويتناول الكتاب سؤال معنى الحياة ويعالج هذا السؤال بطريقة ثريدة وذكية ومشجعة على التفكير مقدما كذلك جوابه ضمن رؤيته الخاصة وتتيح المبادرة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على الأدباء والكتاب البحرينيين وتمكين فئة الشباب من اللقاء بهم ومحاورتهم والاطلاع على تجاربهم الأدبية تهدف هذه المبادرة يتشجيع القراءة لدى الشباب بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الكتب الصادر عن هيئة البحرين للثقافة والأثار وهذه المبادرة طبعا نحن نصطيفها كل مرة في مكان مختلف في أحد مواقعنا الثقافية والتراثية للتعريف بها نقيم فعالياتنا الثالثة ضمن مبادرة كتاب المكان هي مبادرة أطلقتها الهائة مشكورة هدفها نحن نناقش الكتب التي أصدرتها هيئة البحرين للثقافة والأثار في مقرات الهائة والهدف منها أنها تقرب القراءة البحرينيين بشكل عام من الصروح الثقافية وتقرأ النتاج الفكري والأدبي التي تولت مملكة البحرين أنتاجها عن طريق الهائة هدفنا هو تشجيع ثقافة القراءة في مملكة البحرين اليوم نلتقي لقائنا الأول تحت مظلة هيئة الثقافة ونقدم لهم كل الشكر على هذا الاحتواء وهذا الاحتضان لهذه الحركات الشبابية التطوعية في مملكة البحرين أقيمت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثالثة تحت عنوان عبيا في الدرعية المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من الرياض عبد الرحمن الحربي بمشاركة ما يزيد عن ما أتي رأس من الخيول العربية الأصيلة من مختلف دول العالم وأكثر من ثلاثين عارضا انطلقت في الرياض منافسات البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة ضمن فعاليات عبيا في الدرعية تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة اليوم نشوف فيه تنافس وتسابق في دول الخليجة الله يحفظه ويبارك فيها جميعا في جودة التنظيم والأداء وهذا والله شيء يبعث للفخر اليوم كل ما يشفنا بطولة نلقاها أحلى من سابقتها وهو قلق الجو من التنافس المحمود فإن بالنسبة لنا في المهرجان السعودي الجواد العربي دائما نحاول نبرز الهوية السعودية بالطريقة اللي نحن نبغاها توصل للناس ما هو بالطريقة اللي مأخوذة عند المجتمعات الغربية الحمد لله من كرم ضيافة من حسن استقبال من ثقافة من عادات من فنون كالحدة كالعرضة على ظهور الخيل كأشياء كثيرة صراحة يعني الآن سخرناها في الفعالية هالسنة بمناسبة عام الشعر العربي في المملكة العربية السعودية كذلك قمنا بتوزيع مجموعة من قصائد ملك عبد العزيز ومجموعة من قصائد يعني معاصرة وقديمة وتضمنت فعاليات البطولة إقامة مزاد فخر الدرعية الذي يعد فرصة لإقتناء الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة حيث تم عرض ما يزيد عن ثلاثين رأسا من الخيل التي سيعود جزءا من ريع بيعها للجمعيات الخيلية طبعا نحن كدورنا كحكام في وسط الساحة طبعا أول شي نحكم على جمال الخيول العربية وكمالية الجمال والكمالية في الخيل والأرقام بالنسبة لما كما سألتني سابقا الأرقام نحن نخليه نوصل هذا الرقم إلى المربي أو المنتج أو المالك شنو نقاط الضعف وشنو نقاط الزينة اللي في الخيل الموجودة اللي في الخيل ويهدف المهرجان إلى إبراز الفعاليات التاريخية والثقافية وشرح دورها وأهميتها في المجتمع السعودي كما شهد المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة لأول مرة التي تتماشى مع نمط المهرجان القائم على تقديم الفروسية والموروث الأصيل بطريقة مبتكرة مهرجان عبيا مهرجان السعودي للجواد العربي مهرجان ولد كبير ما شاء الله تبارك الله من أول موسم ما شاء الله المهرجان كان جميل وزاد تصنيفه إلى درجة بي انترنيشنل وهو يستحق إن شاء الله السنة جاية موعدين أن يكون فئة ألف وهذا أقل شيء يستحقه المهرجان المهرجان جميل بكل تفاصيله سواء جهة الخيل وخدمات الخيل وراحة الخيل وكذلك نوعية المشاركين جودة الخيل المميزة فيه عادي أنك تلقى أبطال عالم موجودين في البطولة وهذا شيء جميل للبطولة بلغت قيمة جوائز مزاد فخر الدرعية أكثر من مليون ريال سعودي بمشاركة حكام دوليون من مختلف دول العالم عبد الرحمن الحربي تلفزيون البحرين الرياض أطلقت وزارة الثقافة الإماراتية مركز الشباب الهدف إلى رفع مستوى الوعي الشبابي حول تحديات التغير المناخي التي يواجهها العالم وذلك تماشيا مع سياسات إشراك الشباب التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على إيجاد الحلول المبتكرة وإعادة توجيه انتباه المجتمعات المحلية والعالمية لقضايا المناخ وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في تفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 انطلقت في مدينة جدة السعودية فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار قصتك بمهرجانك وتشهد هذه النسخة عرض أكثر من 60 فيلما من مختلف أنحاء العالم منها 36 فيلما طويلا وقصرا من السعودية وأحد عشر فيلما ضمن قسائم روائع عربية و17 فيلما ما بين الروائي والوثائقي من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي ترجمة نانسي قنقر